السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جود مورنينج طلاب الاعزاء النهاردة هنتعرف على مواصفات امتحان الصف الثالثة الاعدادي طبعا الامتحان فيه تعادلات بسيطة عن السنين اللي فاتت طبعا المادة تتكون من 60 درجة 30 ترم اول و30 ترم تاني بالنسبة لشكل الامتحان السؤال الاول محادسة مكونة من 5 فراغات على كل فراغ درجة يبقى 5 درجات غالبا الفراغات هيبقى مطلوب مني اكون سؤالين في المحادسة ومطلوب مني 3 اجابات طبعا لازم اكون مذاكر وفاهم المحادسات اللي موجودة في المنهج كويس اعرف conversation skills مهارات حلل الامتحانات وهنشرحوها في فيديو من الفيديوهات والنهاردة بعد ما ناخد شكل الامتحان هحل معاكم الامتحان الموجود قدامنا وهنعرف ازاي بنتعامل مع كل سؤال يبقى السؤال الاول بيتكون من محادسة مكونة من خمس فراغات كل فراغ بدرجة طبعا ارواع اللغة ارواع البنكتويشن ماركس عشان كل ده بيبقى عليه درجات بالنسبة للسؤال التاني ده طبعا سؤال اول مرة يطبق على الصف الثالث الاعدادي هو سؤال سهل وبسيط بس محتاج تركيز بالنسبة للسؤال ده read and complete the text يعني اقرأ واكمل النص with words بالكلمات from the following list من القايمة اللي قدامنا بتبقى قايمة مكونة من ست كلمات القطع مكونة من خمسين لستين كلمة والست كلمات فوق احنا بنختار منهم اربع بس اربع بس طبعا ليه ستة عشان يلغبطك طبعا فلازم اركس يعني فيه كلمتين مينفعوش نختاروهم او اللي همش اختيار صحيح اربع اختيارات عليهم اربع درجات بالنسبة للاختيارات غالبا بالنسبة للاختيارات بيبقى تلت كلمات في تلت فراغات وفيه وظيفة لغوية زي حرف جر مثلا في الاختيار الرابع انه هو بدينا ست اختيارات فوق ممكن ست اختيارات دولا يكونوا اربع كلمات من المنهج وكلمتين وظائف لغوية وانا باختار من الستة اربع طبعا لازم اركز واره القطع كويس مرة واتنين واتاتا القطع دي انسين يعني غير مرائية يعني احنا مشوفناهش في المنهج قبل كده فلازم اقراها بتركيز افهم الكلمات ومعاني الكلمات اكون فاهم المنهج كويس عشان اقدر احل لها بصورة صحيحة يبقى قولنا المحادسة كده خمس نقاط بخمس درجات والسؤال التاني القطع عليها اربع درجات يقبقى كده تسع درجات بالنسبة للسؤال التالت اقرا التالي واجب عني الاسئلة دي عادية خالص قطع عادية خدناها قبل كده كتير ودي بيبقى عليها اسئلة ويطلب مني الاجابة او اسئلة اختيارات طبعا بالنسبة للقطع دي عليها ستة اسئلة تلاتة عايز اجابات للاسئلة وتلاتة والقطع دي كل سؤال عليه درجة قطع دي مكونة حوالي من 140 الى 160 كلمة ممكن تبقى قصة قصيرة ممكن تبقى نص ممكن تبقى ايميل طبعا بيئيس فيها بدى فهمك للجرامر مدى مذاكرتك للكلمات وحفظك لها بيئيس فيها بالنسبة اول تلات اسئلة هي بيئيس فيها ايه الفكرة الرئيسية بيئيس فيها فهمك للقطع اللي هو كتبها لك قدرت تجمع الافكار قدرت تقرأها باختصار قدرت تقرأها بتركيز فتلات اسئلة بيئيسوا جوانب معينة وبالنسبة للتلات اختيارات كل اختيار عليه درجة يبقى تلات اسئلة وتلات اختيارات يبقى كامل قطعة ست درجات يبقى السؤال الاول المحادسة خمسة وبعد كده اربعة القطعة اللي نقصة فراغات تسعة وبعد قطعة اللي عليها ستة اسئلة بست درجات يبقى خمسة عشر درجة يبقى نص الامتحان في التلات اسئلة دولة وبالنسبة للسؤال الرابع احنا متعودين عليه هو choose the correct answer اختار الاجابة الصحيحة from a b c or d يعني اختيار ست اختيارات بختار الاجابة الصحيحة كاختيار من متعدد طبعا هو قسمهم وقال لك ان الست اختيارات فيه اختيار قائم على الdefinitions على التعريفات الكلمة وتعريفها وفيه سؤال قائم على السينيمام على المراضف الكلمة يسألني في مراضفها وسؤال عن الانتونم الكلمة والاوبزت بتاع عكسها وكمان فيه سؤال هيسألني على البيفكس البدايات الكلمة والبداية بتاعتها يعني مثلا يقول لي happy الابزت بتاعها بحط مقطع ايه فقول له unhappy بحط وفيه سؤال تاني عن الصوفيكس النهايات زي مثلا careful كلمة full او careless المقطع اللي بتحط في اخر الكلمة وفيه اختيار كمان بيجيلي على meaning from the text يعني عن تخمين المعنى من النص يبقى ست اختيارات غالبا اختيار بيختبر مدى حفظي وفهمي للتعريفات وآخر او التاني للمراضفات او المعنى والتالت للعكس والرابع للبداءات والخامس للنهايات والثالث تخمين معنى كلمة من النص ده بالنسبة للقطعة بالنسبة للسؤال الخامس complete the sentences with the correct form of the words complete the sentences يعني اكمل الجمل with the correct form الاستعانة بالشكل الصحيح of the words للكلمات طبعا احنا متعودين عليه بيجيلي جملة آآ فيها فراغ فيها كلمة خطأ بحاول اشيل الكلمة الخطأ وحط بدلها كلمة صحيحة يعني بصلح الخطأ اللي موجود ممكن يقوم بخطأ في الفعل او في في الصفة او في في الحال ودي لها علاقة طبعا بالمنهك بالجرامر بالكلامات اللي انت درستها علاقة مباشرة مثلا وقال لي مسلا في السؤال الاول زادتين تبورسعيد لا هتبقى يعني بحط لها بس حتى برضو السؤال التاني جايب لي تاريخ جايب لي لا هي عشان تاريخ فده مرتبط بالمنهك بحزفيره فذكر المنهك كويس وبالنسبة للسؤال السادس والسؤال الاخير هو بيجيلي يعني موضوع مطلوب مني اعمل مية وعشرة كلمة مش مية وعشرة بالزبط ممكن من مية لمية وعشرة او ازود شوية لمية وعشرين مش اكتر من كده ممكن الموضوع ده يبقى مقال نغدي بقول رأيي في شيء معين او او قصة قصيرة بيطلب مني اكتبها او يعني سيرة ذاتية عن شخص معين طبعا تقسيمة الدرجات هي سبع درجات القطع برضو ليها درجة كبيرة جدا سبع درجات يبقى انتوا لو فاكرين احنا اتكلمنا عن السؤال الاول المحادسة خمس درجات والسؤال التاني لو انتوا فاكرين معايا اللي هو املأ الفراغات والفراغات قلنا السؤال ده جديد مكون من اربع درجات بقى التسعة والسؤال التالت القطعة عليها ستة يبقى خمستاشر وبعد كده السؤال الرابع والخامس والسادس هم التلات اسئال اللي احنا اتكلمنا عليهم السؤال الرابع ست اختيارات بتلات درجات يعني كل اختيار عليه نص درجة ده السؤال الرابع السؤال الخامس خمس جمل بصحح بخمس درجات يبقى تلاتة وخمسة تمانية والسؤال السادس سبع درجات سبع درجات يعني اكبر سؤال عليه درجة في الامتحان كله هو السؤال السادس عليه سيفن ماركس سبعة درجات اللي هو البراجراف اللي اكتب مية وعشرة كلمة عن موضوع معين سواء مقال او قصة قصيرة او سيرزتية زي ما احنا قلنا تاني حاجة للدرجات دي هتقسم ازاي السبعة درجة للتنظيم درجتين للأفكار بتاعة الموضوع درجة للكلمات درجة للسبيلينج الهجاء الكتابة صيح ودرجة لعلامات الترقيم ودرجة للجرامر ولازم نخلي بالنا من الاخطاء لازم نخلي بالنا من الاخطاء عشان ما ينقص درجات ونركز في الامتحان يبقى الامتحان ستة اسئلة مجموع درجات الامتحان هي تلاتين درجة اكبر سؤال قلنا السؤال السادس اللي هو البراجراف نركز في كل درجة احنا محتاجينها والسناني طبعا شهادة وهنحل النموذج مع بعض بالتفصيل وبعد جنا هناخده مهرات حل الامتحانات مهرات حل لكل سؤال وبالنسبة للسؤال الاول هنتدرب مع بعض يعني اكمل المحادثة الاتية محادثة سهلة وبسيطة بس محتاجة يكون قاري كويس فاهم المحادثات اللي في المنهك حافظ المحادثات كويس بالنسبة للمحادثة الاولى بيقول لي يعني يتحدث السائح الى رجل البوليس دي الفكرة اكيد ده هيسأله على حاجة فالتوريست المحادثة بدأ بالتوريست بالسائح بيقول ايه ممكن تساعدني لو سمحت بيطلب المساعدة طبعا البوليسمان رد احنا توقع الاجابة بعد كده السائح قال ازاي اروح للمتحف المصري فجي البوليسمان رد وبعد كده التوريست سأل سؤال وبعد كده البوليسمان قال له ليست بعيدة وبعد كده التوريست سأل سؤال اللي هو ممكن اروح سيرا على الاخدام ممكن امشي قال له اجاب وبعد كده التوريست سأل سؤال فالبوليسمان قال له بتاخد حوالي عشر دقايقه عشان تصل ايه لهناك طبعا احنا نقررها مرة واتنين وبعد كده نبدأ نحل ما نحلش على طول عشان نقدر نوصول الاجابة الصحيحة طبعا بالنسبة لتوريست لما قاله كان يوهل بمي بليس حد بيطلب المساعدة فالبوليسمان هيقوله ياس اوف كارس ياس اوف كارس يعني اكيد نعم بالطبع اجابة سهلة وبسيطة ياس اوف كارس ياس اوف كارس بالنسبة للسؤال التاني السائح قال له هاو كان اي جوتو زي ايجيبشان ميوزيوم هاو كان اي جوتو زي ايجيبشان ميوزيوم ازاي روح ممكن رجل بليس يقوله يو كان تيكا تاكسي يو كان تيكا تاكسي ممكن تركب تاكسي اجابة سهلة هو بسيطة يو كان تيكا تاكسي فالسائح سأل سؤال فالرجل بليس قال له no it isn't very far فلما رجل البليس قال له no لا it isn't انها ليست very far بعيدة طب اقول السؤال ازاي هاعزف طبعا no هقول is it very far طبعا ده اسمه yes or no questions اسئلة بمعنى هل واجابتها yes او no وهنتكلمه في فيديو مخصوص عن ازاي تحل المحادثة وازاي تكون ال yes or no questions الاسئلة بمعنى هل والجاوب عليها بنعم او لا والنوع التاني اللي هي wh or questions وفيه نوعين من الاسئلة المهم يبقى لما قال له no it isn't very far يبقى السؤال is it very far قال له no it isn't very far ثم السائح قال له can i go zero on food ممكن امشي هيبقى له yes you can اكيد مده مش بعيدة يبقى yes you can بعد كده السائح سعر سؤال اجابته بتاخد عشر دقيقة يبقى قد ايه بتاخد يبقى how long how long كامل مدة how long does it take طبعا قلنا does عشان الاجابة فيها it takes فيها اس فحط how long does it take to get there how long does it take to get there يبقى قول الاجابات التانية يبقى الاجابة الاولى yes of course التانية you can take a taxi التالتة is it very far الرابعة yes you can walk yes you can walk والخامسة how long does it take to get in how long does it take to get in يبقى السؤال الاول محادسة دايالوج صغير مكون من خمس فراغات سؤالين وثلاث اجابات لازم يكون عندي خلفية كويسة عن مهارات المحادسة عشان اضرح سؤال التانية صح بيقول my name is Judy اسمي جودي and I live in Aswan وبعيش في مدينة Aswan it's a busy city مدينة مزدحمة وزباوت one and a half million people وبها حوالي مليون ونص شخص and there is a lot to do ويوجد الكثير أنت فعلوا نقطة the week end يبقى at the week end يبقى نختار ايه at سهلة جدا at the week end on Friday يوم الجمعة mornings أو يوم الجمعة الصبح I sometimes go shopping أذهب للتسوق go shopping سهلة Aswan is a great place for this Aswan مدينة عظيمة لممارسة هذا there are lots of interesting shops يوجد الكثير من المحلات الشيقة and I love going to the famous وأحب الذهاب إلى أي to the famous market to the famous market I also like to go to the to go to the potential garden أحب أذب الحديقة النباتية or the nature reserve أو المحميات الطبيعية يبقى سهلة وبسيطة جدا وبكده حل السؤال الأول والسؤال الثاني بإجاباتهم مكتوبة وإن شاء الله هنتمرنا على باقي الأسئلة في فيديو تاني هنتكلم على باقي إجابات الامتحان وبعد كده في فيديوهات هناخد exam skills والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجود باي ترجمة نانسي قنقر